السلام عليكم ورغم كل ما تقوم به الحكومات والجهاد ذات العلاقة في قصة الترويج للأحزاب بعد مخرجات اللجنة الملكية للإصلاح وحث الشارع وإغراء الشباب للانتساب للأحزاب إلا أن الإقبال ضعيف جدا وما في قناعة عند الشارع أردني أن العمل الحزبي سيكون مخرجا للإنخراط بالحياة السياسية بالمطلق الناس ليس مقتنعة أن كل هذه الإصلاحات ورغم أهميتها ليس مقتنعة أن هذا الانقلاب هو لصالح الناس والصالح العام والصحيح في أسباب مهمة بتخلي الناس ما تثق بالروايات الرسمية في هذا الموضوع تحديدا قصة الأحزاب وكل هذه القوانين الجديدة كان في أسباب تنفر الناس بجوز أهم سبب هو الشخص رئيس اللجنة سامير رفاعي لأنه ترك الفكرة الرئيسية وأبلشنا وقتها بأشياء خلانا ننفر من القصة كلياتها أبلشنا بالهوية الجامعة مش عارف شو دخل هذا الموضوع بالإصلاحات السياسية أوصل للشارع رسالة أن النية مش صافية تجاه هذه الإصلاحات شو دخل الهوية الجامعة بالأحزاب يعني خلانا ننفر من القصة من بدايتها وترك الموضوع الرئيسي وبلش الأخ يسوق لنفسه وكاد المشروع الملكي أن يفشل بسبب نزوات شخصية وانعكس فشله هذا مش عليه شخصية لا انعكس هذا الفشل على الدولة نفسها وهذه النتيجة اليوم ضعف كبير على الإقبال على الأحزاب وتفرد بعض الشخصيات السياسية والاقتصادية بهاي الأحزاب والشارع مش داري عن الموضوع تحكي على 11 مليون نسمة من هذا العدد بضعة آلاف فقط انتسبوا للأحزاب يعني كل هاي الإصلاحات فاشلة ما وصلت للهدف الملكي من تشكيل اللجنة هذا يعني أننا مكانك سر لم نتقدم قيدة ألملة وهذا الكلام المفروض يخلينا نعيد النظر بشكل كامل بمخرجات اللجنة أو على الأقل تغيير الخطاب الرسمي تجاه الشارع لابد من اتباع أسليب مختلفة في مخاطبة الشارع إذا احنا بالفعل جديين بهاي التغييرات لازم نفهم أن الدولة الأردنية حاربت الأحزاب لعقود وكان الانتساب للحزب بالزمنات بمثابة خيانه عظمى للدولة وهذه الثقافة انعكست بشكل مباشر على إفشال الإصلاحات لحد كبير لازم نقتنع أن من أدار وهندسة هذه الإصلاحات عنده مشكلة مع الشارع وبالتالي اختيار هذا الشخص بالتحديد لقيادة الإصلاحات أعطى نتائج عكسية وزي ما حكيت أنه ترك الموضوع الرئيسي وبلش أخينا يعيد تسويق حاله لازم نقتنع أن الاستمرار بلغة الخطاب المتبعة مع الشارع يعني فشل الفكرة لا محال أو اقتصارها على عدة آلاف من الناس وأنا ما بعتقد أن الفكرة كل هذه الإصلاحات وتغيير بنود من الدستور فقط من أجل بضعة آلاف من الناس يجب أن نكون صريحين مع أنفسنا ونضع الأصبع على الجرح حتى نعالج الجرح بشكل صحيح انضمام أكمن ألف من آدم للأحزاب يعني فشل الفكرة برمتها لسه في مجال معنا يا إخوان لحث المجتمع وأقناعه الذهاب إلى العمل الحزبي إذا كان بالفعل هذا هو المراد يعني إذا كان الهدف بس بضعة آلاف وخلص بتكونوا نجحتوا بشكل كبير وأنا ما بعتقد أن الهدف عند جلالة الملك من كل هذه الإصلاحات بضعة آلاف الناس مش مقتنعة بالأحزاب يجب أن يكون هناك إعادة لترتيب الأمور أحب أحكي لكم أنه أنتو ماشيين في طريق الفشل الدريق السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة